اوعز وزير الأمن الإسرائيلي المؤقت نفتالي بينت للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن بالاستعداد لوقف تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين بشكل كامل بحسب بيان صادر عن وزارة الأمن ودعى بينت أن قراره جاء في أعقاب مداولات أجراها مع مسؤولين في جهاز الأمن حول ما وصفه بالردع محاولا بذلك كسب تأييد سياسي مع اقتراب انتخابات ثالثة للكنيسة بسبب الأزمة السياسية الإسرائيلية وأفدت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك خلافات شديدة حول قرار بينت وأن مسؤولين أمنيين عبروا عن غضبهم من القرار وأشددوا على أن الجيش الإسرائيلية والشباك يعارضان هذا القرار هذا وأشهد رئيس تحالف كحول فان بني جانتس بقرار وزير الأمن الإسرائيلي معتبرا ذلك خطوة بالاتجاه الصحيح فيما ربط قضية تسليم جثامين الشهداء لذويهم الفلسطينيين بإعادة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة قائلا إنه يجب دفن الجثامين على أن يتم إعادتهم في الوقت المناسب